بدأت تجني الجزائر ثمارا لسيثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الأسمدة الحلقة المهمة في القطاع الفلاحي رهان جسدته الجزائر في شراكة بين مجموعة سونطراك وأوراسكوم المصرية من خلال شركة سورفيرت التي وجدت لها مكانا في السوق المحلية بنهدف لتحسين الانتاج بتاعنا وزيادة الانتاج بتاعنا فده مثال واضح جدا على قصة نجاح قصة نجاح مستمرة لأن الشرقاء الوطني الشرقاء مهتمين جدا بهذا الاستثمار وتنمية الاستثمار وزيادة الانتاج فده رسالة احنا صممنا ان احنا نشارك هنا عشان نرسل رسالة لكل المستثمرين ان الجزائر بيئة خزبة للاستثمار ان الجزائر مهتمية جدا بتحسين مناخ الاستثمار بتعديل قانون الاستثمار الاستثمارات في مجال الأسمدة عرفت منحا تصعوديا خاصة مع رفع الجزائر انتاجها الفلاحي لاسيما الاسمدة لأزوتية على غرار الامونيا واليوريا التي تساهم في تحسين الاتريبة وتعتبر سماد المستقبل في الجزائر كما تعرف هذه الشركة زيادة في انتاج هذه المواد الهمة من سنة الى اخرى قدراتنا الانتاجية تبلغ نحو 1.3 مليون طن من الاسمدة كل سنة وقرابة 700 الف طن من الامونيا كمنتوج كامل منتوجنا موجه اساسا نحو السوق الاوروبية نصدر نحو 70% من انتاجنا والباقي موزع على العديد من المناطق امريكا الهند وافريقيا وتشجع الجزائر لاستثمارات الاجنابية في مجال الصناعة الاسمدة بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي في البلاد وضمان الامن الغذائي وتعمل على الاستغلال الامثل لمواردها الطبيعية كما تعد الصناعة الاسمدة في البلاد واحدة من اهم الصناعات الواحدة التي تحسن من خلالها الجزائر ارقام الصادرات